قناة حكاية كتاب بوكستيل تقدم الرواية الصوتية سلسلة روايات ملف المستقبل تأليف دكتور نبيل فاروق العدد رقم 16 الوباء الجهنمي واحد ضحايا الصحراء امتدت الصحراء شاسعة مترامية الأطراف برمالها الصفراء التي انعكست فوقها حرارة شمس يوليو الملتهبة فتصاعدت من سطحها الهواء المتمدد مشوشا الرؤية أمام شاب كان يسير بخطوات ضعيفة متهالكة وينقل قدميه بصعوبة بسبب الإجهاد الشديد الذي أصابه وهو يحمل فوق كتفه جسد شابة ضئيلة الجسم تراخ رأسها على صدره من فرط الضعف والإجهاد والعطش رفع الشاب عينيه نحو السماء وكانه يتضرع إليها أن تمن عليه بالنجاة هو ورفيقته الفاقدة الوعي ولكن أشعة الشمس المحرقة جعلته يغمض عينيه ويمسح بكفه العرق الغزير المتصبب على وجهه ثم يعاود سيره معتمدا على قوة إرادته ورغبته الشديدة في إنقاذ رفيقته وخوفه العارم من ذلك العدو المجهول الذي يطارده كانت ملابسهما الرثة تكشف عن مدى ما لقياه من تعب وقلق وعطش وكانت ملامح الشاب تعبر عن أقصى درجات الآلم والإجهاد والخوف وخفق قلبه فجأة عندما لمح على بعد أمطار قليلة صخرة ضخمة تلقي بزلالها على الأرض فتحرك نحوها مستجمعا ما بقي من قوته حتى بلغها فوضع رفيقته تحتها بحيث تغطيها الظلال ثم تهالك بجوارها وعاد يمسح عرقه الغزير وهو يلهث من شدة التعب ومد كفه يمسح على جبين رفيقته التي فتحت عينيها بصعوبة وتمتمت من بين شفتيها المشققتين قائلة بلهجة تجمع بين الضعف والخوف قليلا من الماء يا نور إنني أموت زمأن لم يكن هذا الشاب سوى بطلنا الرائد نور الدين ولم تكن رفيقته سوى زوجته وعضوة فريقه سلوى كان الخوف يستبد بهما والتعب والعطش يكادان يقتلانهما وشعر نور بقلبه يتمزق وهو يسمع توسلات زوجته الخائفة الضعيفة وود لو استطاع أن يسقيها بدمه ودار ببصره محاولا العثور على واحة قريبة ولكنه لم يرى على مرمى البصر سوى الرمال الرمال الساخنة التي تبدو كأنها تمثل حدود هذا العالم فعاد يمسح على جبينها وهو يقول بصوت حنون ضعيف صدرا يا سلوى ستأتي النجدة عما قريب خرج الصوت على الرغم منه متخازلا ضعيفا فلقد كانت أطرافه ترتعد وقلبه يخفق خوفا وجسده يتهالك ويزداد ضعفا أما عقله فقد سيطرت عليه فكرة واحدة ألا وهي الفرار الفرار من ذلك الخطر الذي يسحف خلفه ويهدد مصر بأكمالها الفرار من عدو مجهول لا يملك جسدا أو عقلا الفرار من ذلك الوباء الوباء الجهنمي 2- مهمة الخوف قبل أن يتساءل القارئ عما أدى إلى ذلك المشهد الذي وجدنا عليه نور وسلوى نعود بالأحداث بضع ساعات إلى الوراء إلى اللحظة التي توقفت فيها سيارة الدكتور محمد حجازي أمام حديقة منزل نور وسلوى هبط الدكتور حجازي من سيارته ولوح بيده لسلوى التي تحتضن طفلاتها الحديثة الولادة فبادلته التحية وعلى ثغرها ابتسامة سعادة على حين أسرع نور نحوه مبتسما وصافحه بحرارة واحترام قائلا مرحبا يا دكتور حجازي كم تساعدني رؤيتك ربط الدكتور حجازي على كتف نور وتفحصه بنظرة حانية وهو يقول بصوته الهادئ مرحى يا نور من الواضح أنك قد تغلبت تماما على حالة الانهيار العصبية التي أصابتك منذ حادثة مثلث الغموض ابتسم نور وهو يقول صدقني يا دكتور حجازي لقد كان لمولي طفلتنا مفعول السحر في حياتي وحياة سلوى لقد رقص قلبي فرحا فور سماعي لسراخها صار دكتور حجازي بجوار نور وهو يقول هذه هي معجزة الخالقة يا نور حياة تخرج من حياة وبرغم معرفتكما مسبقا لنوع الجنين إلا أن خروجه إلى الدنيا يمثل معجزة تتكرر في كل لحظة دون أن نسجد شكرا لها وإن كانت تبعث في نفوسنا نشوة لا تعادلها نشوة ضحكت سلوى وقالت وهي تنهض لمصافحة الدكتور حجازي هذا صحيح يا دكتور حجازي ولذا أطلقنا عليها اسم نشوة ابتسم الدكتور حجازي وهو يقول اسم طريف يبدأ بأول حروف اسم نور وينتهي بآخر حروف اسم سلوى لقد أحسنتم الاختيار وما أن جلس الدكتور حجازي على المقعد المقابلة لسلوى حتى لاحظ أن نظرات نور قد تركزت على بقعة تقع خلف ظهره وظهر على وجهه اهتمام بالغ فاستدار الدكتور حجازي إلى حيث ينظر نور ورفع حاجبيه عندما لاحظ أن ضوء الشرفة يضيء وينطفئ بشكل متعاقب وسمع نور يقول وهو يتحرك بقطوات واسعة نحو منزله معزر يا دكتور حجازي سأغيب عنكم بضع دقائق لغير قطب الدكتور حجازي حاجبيه وقال لسلوى اتصال مع الإدارة أليس كذلك؟ أومأت برأسها موافقة وهي تتابع نور بقلق ثم قالت إنه كذلك دكتور حجازي تصور أنه لم يطلعني حتى الآن على وسيلة الاتصال ابتسم الدكتور حجازي وقال بلهجة تنم عن الإعجاب هكذا نور يبنتي كتوم ومخلص لوطنه دلف نور إلى حجرة مكتبه وحارص على إغلاق الباب خلفه بأحكام ثم اتجه نحو مكتبه وهو يتساءل في قرارة نفسه عن السبب الذي يمنعه من إطلاع سلوى على وسيلة الاتصال بينه وبين القائد الأعلى للمخابرات العلمية برغم أنها أحد أفراد فريقه ولكنه لم يلبث أن ابتسم عندما تذكر أن المخابرات العلمية تحرص على تغيير وسائل اتصالها باستمرار ضمانا للسرية فحتى لو أخبر سلوى بالوسيلة الحالية فلن يفيدها ذلك لأكثر من ثلاثة أيام على الأكثر جلس نور خلف مكتبه وتناول استوانا صغيرة زات لون أسود لامع ودسها في فراغ مستطيل بجانب المكتب ثم ضغطها بأصابعه إلى الداخل وفي الحال انطلق خيط من الضوء الأزرق من فجوة بحجم رأس الدبوس على سطح المكتب سرعان ما اتخذ شكل صورة مجسمة للقائد الأعلى الذي قال في الحالة بصوت واضح القلق مرحبا أيها الرائد كيف حال زوجتك وابنتك حديثة الولادة؟ قال نور باقتضاب في خير حال يا سيدي خيرا كان التوتر واضحا في نبرات القائد الأعلى وهو يقول أمامي مهمة حساسة للغاية تحتاج إلى تحرك فريقك بصورة عاجلة ومنظمة يا نور وإلى انهارت جمهورية مصر العربية في أقل من ثلاثة أيام التقى حاجب نور وهو يقول وقد انتقل إليه قلق القائد الأعلى إلى هذا الحد يا سيدي قطب القائد الأعلى حاجبيه بدوره وقال إن الوباء ينتقل بسرعة خرافية أيها الرائد وباء عجيب لم تجتمل مراجع الطب على مثله من قبل فغر نور فاه وهو يقول بدهشة عارمة وباء إن وسائل الوقاية الصحيحة الحديثة تتغلب على أبشع أنواع الأوباء يا سيدي فكيف قاطعه القائد الأعلى وهو يقول إن هذا الوباء من نوع غامض مجهول أيها الرائد إنه باختصار وباء الخوف ازدادت دهشة نور وعاجت عن التعليق بكلمة على حين استطرد القائد الأعلى بسرعة لقد بدأت أولى بوادر هذا الوباء في الساعات الأولى من صباح أمس يا نور في مدينة سلوم فما أن بدأ المواطنون هناك في مزاولة أعمالهم المعتادة حتى انتاب زعر مفاجئ غير مفهوم إحدى عاملات مصنع للأدوية وصرخت فزعا وهي تتراجع مبتعدة عن الآلة التي تعمل عليها وصرخت إن الآلة تريد التهامها وقبل أن يتدخل أحدهم لإسعافها انتشرت حالات الخوف والفزع بشكل وبائي مزهل وتمثل الخوف بصورة مختلفة فأحدهم يصرخ طالبا إيقاف استخدام السيارات الساروخية قبل أن تتلوث البيئة بالقبار الزري وآخر انهار تماما وهو يؤكد أن المدينة ستبتلعها الفيضانات وامثلة أخرى عجيبة صمت القائل الأعلى لحظة ازدادت فيها دهشة نور ثم تابع قائلا ولم تنضي ساعة من الزمن حتى كانت المدينة بأكمالها قد أصيبت بحالة من الفزع القاتل وكلمة القاتل هذه ليست مجازية فقد لقي بعضهم مصرعه فعلا من شدة الخوف وارتسمت على وجوه جثثهم أبشى علامات الرعب والفزع دونما سبب واضح وقبيل الظهيرة كان الوباء قد شمل سيدي براني أيضا وانتشرت حالات الخوف والفزع حتى وصلت إلى مارس مطروح في التاسعة من مساء أمس سأله نور بدهشة أهو نوع من الفيروسات الجديدة؟ أعني أهي حرب ميكروبيولوجية يا سيدي؟ مط القائد الأعلى شفتيه علامة عدم التأكد وهو يقول لم تتوصل معاملنا إلى سبب بعد يا نور كل ما تمكننا من فعله هو إخلاء المدن التي تقف في طريق هذا الوباء وستقلك طوافة جوية في الحال أنت وفريقك إلى مارس مطروح مزودين بالأرضية الواقية من المايكروبات والكائنات الضقيقة وحتى الإشعاعات وسنمنحك كل السلطات وستسير تحرياتكم جنبا إلى جنب مع الأبحاث في معاملنا فلابد من التوصل إلى سبب هذا الوباء بأقصى سرعة ممكنة تردنا نور لحظة قبل أن يقول الفريق بأكمله يا سيدي؟ قال القائد الأعلى بإسلوب حاول أن يجعله صارما نعم يا نور الفريق بأكمله وسنوفر لابنتك مربية وكل وسائل الرعاية إلى حين عودتكم من هذه المهمة وبالمناسبة سيصحبكم الدكتور محمد حجازي ليجري الصفة التشريحية على ضحايا ذلك الوباء ثم صمت لحظة وصل خلالها صوت الطوافة إلى مسامع نور قبل أن يستطرد القائد الأعلى إن سرعة انتشار هذا الوباء تشير إلى أنه بعد ثلاثة أيام على الأكثر ستصبح بلادنا بأكمالها ضحية حالة من الخوف الشديد تجعل من السهل على كتيبة واحدة من جيوش أي دولة معادية أن تحتل أرضنا تماما ومن هنا تأتي خطورة مهمتكم أيها الرائد اعتدل نور وتوترت عضلات وجهه وهو يقول بحزم سنبزل أقصى مبوسعنا يا سيدي قال القائد الأعلى بقلق وعجلة أرجو ذلك أيها الرائد وفقكم الله تلاشت صورة القائد الأعلى وأسرع نور ينتزع الاستوانة من مكانها ثم يتحرك بخطوات سريعة مجتازا باب غرفة مكتبه وباب منزله نحو الطوافة التي قبعت كوحش ضخم ومن نوافذها أطلت وجوه رمزي ومحمود والدكتور حجازي وحتى سلوى كان القلق يبدو على ملمحهم وهم يعلمون أنهم في طريقهم لمحاربة القوف نفسه ثلاثة بداية خطرة دار قائد الطوافة الجوية دورة كاملة فوق مدينة مرسى مطروح ثم اتجه نحو بقعة خالية وهو يقول سيكون عليكم أيها الشبان دخول المدينة سيرا على الأقدام قالت سلوى بتبرم وماذا يمنعه بطن وسط المرينة؟ ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي قائد الطوافة دون أن يعنى بإجابة تساؤل سلوى فقال نور سيكون هذا مخطرة غير مأمونة العواقب يا سلوى فليمكننا الجزم بما قد يفعله السكان عند رؤيتنا نهبط من الطوافة بالملابس الواقية الشفافة قد تصورنا لهم حالة الخوف التي تملأ اجدانهم أننا غزاة من الفضاء الخارجي قال قائد الطائرة بالسخرية إنه في حالة من الجنون يا سيدتي جنون ما بعثه الخوف تدخل رمزي قائلا ألم يكن من الأفضل أن ترتدي ردائك الواقي بدلا من هذه السخرية؟ ضحك الطيار وهو يقول لست بحاجة إلى ذلك يا فتى لن يهجمني الوباء في اللحظات القليلة ما بين هبوطاكم وعودتي لا أظنه بهذه القوة والسرعة كان الطيار يستعد للهبوط بالطوافة عندما جحزت عيناه فجأة وظهرت على ملامحه أقصى حالات الرعب والفزع وهو يصيح يا إلهي جهاز الهبوط اختل ستتحطم الطوافة سنقضي نحبانا جميعا وأسرعت يده بفزع جنوني نحو الزراع الهبوط وستزول الجميع وهو يصيح برعب سنموت جميعا سنتمزق إربا صاح نور وهو يقفز نحو الطيارة محاولا منعه يا إلهي إنه الوباء لقد أصيب الطيارة بالرعب الغامض مالت الطوافة بشكل خطر ونور يحاول انتزاع كفة الطيارة من زراع الهبوط وصرخت ثلوة على حين تحجرت مشاعر الباقين والطوافة تدور حول نفسها وتحتك بالأرض كان الرعب يدفع الطيار إلى أداء محاولات غير منطقية تزيد الطين بلة فلم يكن أمام نور إلا أن لكمه لكمة قوية على طرف فكه أفقدته وعيه وقفز هو محاولا السيطرة على الطوافة إلا أن الوقت لم يمهله إذا احتك جانب الطوافة بالأرض وزحفت عدة أمطار على جانبها قبل أن تدور حول نفسها وتتوقف ثم تشتعل النيران بمقدمتها صاح نور برفاقه الذين تولاهم الفزع أسرع بالهرب من باب الطوارئ ستنفجر هذه الطوافة ما بين لحظة وأخرى قفز الجميع من باب الطوارئ عاد نور الذي حاول باستماتة انتزاع الطيار الذي أطبقت آلات الطوافة المحطمة على صدره وبعد عدة محاولات نجح نور فأسرع يقفز من الطوافة حاملنا الطيار على كتفه وأخذ يعدو بحمله محاولا الابتعاد بقدر الإمكان فصاحت سلوى بالجزع أسرع يا نور أسرع لقد غابت الطوافة بأكملها وسط النيران بزل نور جهدا مضاعفا محاولا الوصول إلى حيث يحتمي رفاقه بصخرة ضخمة وعندما أصبح على بعد خطوات منها انفجرت الطوافة وشعر نور بجسده يندفع إلى الأمام بفعل الضغط الناشئ ويرتطم بالصخرة الضخمة ثم استغرق في غيبوبة عميقة دار عقل نور في دوامة مظلمة عميقة وبعيدا في قلب الدوامة بدأ بصيص من النور ازدادت شدته ببطء حتى شمل معظم دوائر الدوامة في اللحظة التي سمع فيها نور صوت سلوى وكأنه يأتي من بئر عميقة قائلا ها هم زاجف ناهي ارتعشان سيعود إلى وعيه قريبا واتاه صوت الدكتور حجازي أكثر وضوحا يقول لقد أنقزه ذلك الرداء الواقي فلولا لمزقته الشزايا إربا واستيقظ عقله تماما على صوت رمزي يقول بأسف مسكين هذا الطيار لو أنه ارتدز إياه الواقي ما كانت هذه نهايته فتخ نور عينيه وقال ماذا أصاب الطيار يا رمزي انحضرت دموع الفرح من عيني سلوى ويتقبض على يد زوجها بحنان وابتسم الدكتور حجازي وتناهد محمود بارتياح على حين قال رمزي لقد قتله استهتارها يا القائد لقد أصابته شزايا الانفجار في عنقه فقد نحبه في الحال نهض نور واقفا وقال يا لها من بداية عنيفة لمهمتنا تحطمت طوافتنا ولقى قائدها مصرعه ترى ماذا يدخر لنا هذا الوباء الجهنمي قال الدكتور حجازي بصوت هادئ أدهش الجميع ربما لم تكن البداية بهذا السوء إنني على العكس أراها أفضل بداية لمهمتنا هذه نظر إليه نور ومحمود بدهشة وزوى رمزي ما بين عينيه مفكرا على حين صاحت سلوى باستنكار يا الله كيف تجد أي فائدة فيما حدث يا دكتور حجازي ابتسم الدكتور حجازي وهز رأسه وهو يقول إنني أعجب كيف لا تلاحظون الفائدة الخطيرة لهذا الحادث أيها الشبان لو تخليتم عن عواطفكم لحظة وفكرتم في هذا الأمر بعقولكم فقط لو وجدتم أنها فرصة زهبية ثم استطرد وهو يضحك للدهشة التي ارتسمت على وجوههم نعم إنها فرصة زهبية أن نرى بأعيننا كيف يصاب الإنسان بالوباء وماذا يكون رد فعله حين ذاك ما زلت أصر على أنها خير بداية لمهمتنا أيها الشبان جالس الجميع صامتين حول الصخرة الضخمة واستحوز عليهم الصمت فترة طويلة قبل أن يقول رمزي دعونا نستعد ما حدث بالتفصيل يا رفاق قد نصل بهذه الوسيلة إلى ما خفي عن علمائنا قالت سلوى بتهكم إن ما حدث لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق يا رمزي قال نور في هذا العصر تكفي الدقائق الثلاث لتصوير العالم بأكمله في الأقمار الصناعية يا سلوى قال رمزي حسنا سأبدأ بنفسي سأبحث ما أصاب الطيار من الناحية النفسية البحثة تعلقت به أبصار الجميع فاستطرد بهدوء لقد كان الطيار يمر بحالة من الهدوء النفسي والثقة الزائدة إلى حد السخرية من وباء غامض أثار قلق وزعر أعلى المستويات في مصر وفجأة وأمام أعيننا جميعا أصيب بحالة من الخوف الشديد والزعر الذي دفعه إلى إتيان أفعال غير منطقية كما يحدث دائما في حالات الخوف المفاجئ أو ما أنور برأسه موافقا وقال يمكنك أن تضيف أن الطيار قد استخدم قوته بأكمالها في محاولة منع الطواف من الهبوط قال محمود وما الذي يمكننا التواصل إليه من خلال هذه المعلومات رفع الدكتور حجازي سبابته أمام وجهه وقال الكثير يا محمود سنلاحظ أولا أن الطيار قد أصيب بالوباء وحده وهذا يعني أن الرداء الواقي يمكنه حمايتنا بالفعل وثانيا أن الوباء قد نفذ من خلال الطوافة برغم أحكام إغلاقها وهذا يعني أنه يمتلك قوة اختراق مزهلة هز نور رأسه وهو يقول إنما يحيرني بالفعل يا دكتور حجازي هو طبيعة هذا الوباء أهو فيروس غامج جديد يصيب الجهاز العصبي مثلا أم هو نوع من السم يمكن خلطه بمياه الشرب أم ماذا أطبق الدكتور حجازي شفتيه ثم قال هذا السؤال سابق لأوانه يا نور فإجابته تحتاج إلى إكمال التحريات وتشريح جثة أحد الضحايا وتحليل محتويات المعدة والدم أو ما نور برأسه موافقا ثم قال هذا صحيح يا سيدي ولهذا فسنبدأ تحريتنا على الفور ثم التفت إلى رفاقه واستطرد قائلا سأتولى أنا وسلوى فحص الجانب الشرقي من المدينة على حين يقوم رمزي ومحمود بصحبتك يا دكتور حجازي بفحص الجانب الغربي وساحل بدأ الجميع تحركهم على حين أردف نور بلهجة قلقة وليحرص كل منا على ردائه الواقي وإلا فسيكون أول من يتمزق ردائه منا ضحية جديدة تضاف إلى ضحايا الوباء الجهنمي أربع رجل لا يخاف لم يكد نور وسلوى يخطوان داخل الشارع الرئيسي بالمدينة حتى تصمرت أقدامهما وجحزت عيونهما دهشة فلقد كان الشارع ممتلئا عن آخره بأجساد الرجال والنساء والأطفال الذين سقطوا على الأرض في أوضاع مختلفة وقد ارتسمت على وجوههم آيات الرعب والفزع تمتمت سلوى بالجزع يا إلهي كاننا في بومباي بعد ثورة بركانية الشهير قال نور بصوت خافت وهو يقترب من أحد الأجساد المتناثرة باستثناء أن هذه الأجساد تبدو سليمة لم تلتهمها الحمم كما حدث في بومباي وجث أمام أحد الأجساد وأخذ يفحصه بعناية قبل أن يلتقي حاجباه وهو يقول عجبا إنهم أحياء ولكنهم في غيبوبة عميقة قالت سلوى ويتفحص جسدا آخر هذا صحيح ماذا أصابهم يا ترى نهض نور واقفا ودار ببصره في أنحاء المكان يلقي نظره على الأجساد المتناثرة ثم قال بهدوء إنه انهيار العضلية يا عزيزتي نظرت إليه سلوى بدهشة وقالت ما معنى هذه الكلمة يا نور؟ قال نور ببساطة وهو يعاونها على النهوض نفس ما يحدث بعد بزل مجهود عضلي زائد عن الحد يا سلوى تستنفذ العضلات كل مخزونها من الطاقة والأكسوجين ثم تصاب بالتعب الشديد أو ما يسمى بالإجهاد أو الانهيار العضلي فيصاب الإنسان بالغيبوبة وفقدان الوعي وتعتبر هذه الخطوة مرحلة دفاعية يتخذها الجسم ليقلل من استهلاكه للطاقة والأكسوجين إلى أقصى حد حتى يتمكن من استعادة نشاطه قالت سلوى بقلق وكم تستغرق هذه المرحلة؟ هز نور كتفيه وقال يتوقف هذا على مدى المجهود المفزول مسبقا واعتقد أن انفعال الخوف الشديد الذي أصاب هذه الأجساد قد استنفذ قدرا ضخما من طاقتها قالت سلوى وعلى شفتيها ابتسامة شاحبة قلقة لو أننا حسبنا إيزا كمية النوم العميقة التي نمر بها بعد بزل مجهود متوسط لوجدنا أن هؤلاء المساكين سيستغرقون وقتا طويلا جدا في غيبوبتهم ثم ضحكت ضحكة عصبية وهي تشير إلى الأجساد المتناثرة قائلة تصور أنني كنت أتوقع مقاومة شديدة أو على الأقل موجة من الفزع القاتل تنتاب هؤلاء المساكين فور رؤيتهم لنا في هذا الرداء العجيب لم أتصور مطلقا أن يكون دخولنا إلى المدينة بهذه البساطة تجمدت ملامح نور فجأة ثم ظهر الإنفعال الشديد على وجهه وهو يمسك معصم سلوى صائحا يا إلهي إن عبارتك هذه قد أثرت بداخلي رعبا شديدا يا سلوى حدقت سلوى في وجهه بزعر وصاحت نور هل أصابك ذلك الوباء واحتبست عبارتها في حلقها عندما ارتسم الجزع بأقصى صورة على ملامح نور وفجأت بيده تسرع نحو مسدسه الليزري المثابة بحزامه فصرخت بفزع شديد وهي تمد كفها أمامها محاولة منعه لا يا نور قاوم هزر وباء إنني زوجتك ثم انطلقت من حنجرتها صرخة قوية ارتج لها جسدها بأكماله عندما دفعها نور بقصوة وانتزع مسدسه الليزري وأطلق دفقة من أشعاته حدق محمود بدهشة في الأجساد المتناثرة ثم قال بصوت حشرجه الانفعال يا إلهي وهل يمكن الإجهد العضلي أن يفعل ذلك؟ قال الدكتور حجازي بهدوء وأكثر من ذلك يا محمود فما أن يتمرد الجسد البشري على صاحبه حتى يأبى مواصلة عمله ويستسلم للرقاد قال رمزي وقد انتهى من فحص أحد الأجساد ولكن بعضهم لم يتحمل يا دكتور حجازي فلا ريب أن قلب هذا الرجل كان من الضعف بحيث قضى نحبه من شدة الإجهاد تلفت الدكتور حجازي حوله ثم قال لو لم تخدني ذاكرتي فإن معمل مرسى مطروح للطب الشرعي يقع قريبا من هنا وسأحتاج إلى معاونتك لتشريح هذه الجثة عساها أن تقودنا إلى تفسير مقنع لهذا الوباء يا رمزي ثم أرضف ببساطة وهو ينخني نحو الجثة وسنتغاض مؤقتا عن شرط موافقة أهل المتوفى تطلع محمود إلى الأجهزة الحديثة التي تملأ معمل مرسى مطروح للطب الشرعي واقترب من أحدها يفحصه وقد تغلب عليه فضوله العلمي ولكنه سرعان ما استدار نحو رمزي والدكتور حجازي وقال بملل ألم تنتهي من عملكم ما بعد؟ لم يبدو على أحدهما أنه قد استمع إلى عبارة محمود إذ انهمك الدكتور حجازي في عمله وهو يقول لرمزي من الواضح أن قلبه ضعيف بالفعل فهأنت زى ترى أن البطين الأيصر متضخم بشكل لا يقبل الشك والصمام الأورطي متراخن بشكل يوحي بأنه مصاب بالإرجاع الأورطي منذ زمن طويل ولو أنك فحصت الشرايين التاجية فستجدها مصاب بالضيق والانسداد غير الكامل ومن الطبيعي أن يقضي هذا الرجل حتفه من شدة الإجهاد سأله رمزي بفضول إذن فهذا هو سبب الوفاية دكتور حجازي؟ ولكن ماذا عن الوباء؟ مطت دكتور حجازي شفتيه وهز رأسه وهو يقول باقي الجسم سليم للغاية باستثناء المظاهر المصاحبة لهبوط القلب يا رمزي ويمكنني أن أقول إن هذا الوباء لا يترك آثارا تشريخية في جسد ضحاياه أشار رمزي إلى أحد الأجهزة الحديثة وقال وماذا لفحصنا أنسجة الجسم بالمايكروسكوب الأيوني؟ ابتسم الدكتور حجازي وقال سنفعل ذلك يا تلميزي النجيب ولكننا سنقوم أولا بتحليل محتوية المعدة وعين من الدم والنخاع فقد يكشف أحدها عن فكرة السوم الجريد هم رمزي بسؤال الدكتور حجازي عما يمكن أن يجده من خلال هذه التحليلات عندما ندت من حنجرة محمود صرخة مكتومة فالتفت كلاهما نحوه بزعر وصاح به الدكتور حجازي ماذا حدث يا محمود؟ ماذا رأيت؟ أشار محمود بأصابع مرتجفة نحو النافذة الزجاجية وصاحب الزعر هناك لقد رأيته بوضوح قفز محمود نحوه وأمسك كتفيه بقوة وهو يصيح به ماذا رأيت يا محمود؟ ما الذي أثر فزعك إلى هذه الدرجة؟ نظر الدكتور حجازي من خلال النافذة وقال بدهشة إنني لا أرى ما يثير الدهشة يا محمود صاح محمود بإصرار؟ ولكنني رأيته بوضوح يا دكتور حجازي لقد رأيت رجلا يسير وسط الأجساد المتناثرة وبيده بندقية من بندق الليزر رفع رمز حاجبيه بدهشة وصاح ولكن هذا مستحيل سيصيبه الوباء في لحظات هز محمود رأسه بقوة وصاح بصوت مرتعد لن يصيبه الوباء بسوء يا رمزي لقد رأيت رجلا يرتدي رداء واقيا مثل الذي نرتديه رجلا لا يخشى الوباء الجهنمي تصمر الدكتور حجازي ورمزي عند سماعهما لعبارة محمود وعاد ينظران من خلال النافذة الزجاجية على حين صاح محمود بعصبية ينبغي أن تصدقاني لقد رأيته بوضوح إنه لم يكن وهما تحرك الدكتور حجازي نحو باب المعمل وهو يقول بحزن أنا أصدقك يا فتى ما دمت تقول إنك قد رأيته فأنا أصدقك تبعه محمود ورمزي إلى خارج المعمل وتلفت الجميع حولهم وقد صورهم شعور غامض بالقلق حتى ابتسم الدكتور حجازي وقال بهدوء ألا يحتمل أن تكون قد رأيت صورة منعكسة أو قاطعه محمود صائحا بعصبية أقسم لكما أن ما رأيته كان حقيقة فلم يكن هذا الرجل يرتدي رداء مثل ردائنا بل كانت هناك بعض الاختلافات و وقبل أن يكمل محمود عبارته شق الهواء شعاع من الليزر الأزرق أصاب زراعه اليمنى مخترقا الرداء الواقي فصرخ بألم وجزع على حين التفت رمزي والدكتور حجازي بحدة نحو مصدر الأشعة في نفس اللحظة التي أصابت فيها دفقة أخرى من الأشعة حاجز المعمل بالجوار رأس الدكتور حجازي الذي هتف بزعر يا إلهي إنه غزو كان يقف بمواجهتهم رجل يرتدي رداء واقيا يحمل شعار إحدى الدول المعادية وبيده بندقية من بنادق الليزر يستعد لإطلاقها نحوهم مرة ثالثة تمنى الدكتور حجازي في هذه اللحظة لو أنه كان أقل وزنا وأخف حركة أو لو أنه وفق على حمل مسدس الليزر الذي سلمه إلى نور ولكن أمنيته هذه لم تمنعه من القفز بعيدا متفاديا الضفق الثالثة من الإشعاع التي تخطته وأصابت رمزي الذي كان قد انتزع مسدسه بالفعل ولكنه صرخ صرخة مكتومة وجحزت عيناه ألما وهو يمسك معدته التي اخترقها شعاع من الليزر حدق الدكتور حجازي في الرجل الذي صوب إليه مسدسه وشعر لحظة باليأس والفزع فمن غير المعقول منطقيا أن يتمكنه بجسده المترهل وحركاته البطيئة من هزيمة ذلك الرجل الذي تبدو قامته الرياضية واضحة تحت أشعة الشمس وبحركة تلقائية دفعته إليه غريزة حب البقاء قبضت يد الدكتور حجازي على قطعة من الصخر المتخلف عن إصابة حاجز المعمل وألقى بها بقوة ويأس نحو الرجل ثم أغمض عينيه انتظارا للطلقة الليزرية التي ستصيبه حتما سك ما سمعه فجأة صوت آها متألمة وتحتم زجاج وتأخرت الطلقة التي كان من المفروض أن تخترق رأسه ففتح عينيه ببطء وسرعان ما تهللت أساريره كانت الصخر التي ألقاها نحو الرجل قد حطمت خوزته المصنوعة من اللداء وجرحت وجهه وأسقطت بندقيته أرضا فقفز الدكتور حجازي محاولا الوصول إلى البندقية ولكن خصمه التقطها برشاقة يفتقدها هو وعاد يصوبها نحوه وقد دلت ملامحه على غضب عارم وفجأة تبدلت ملامح الرجل وارتعد وجهه بشدة ثم جحزت عيناه رعبا وفزعا ونظر إلى الدكتور حجازي برعب وما أنزو هذا الأخير حاجبيه دهشة حتى ألقى الرجل بندقيته أرضا وجثى على ركبتيه وهو يلوح بزراعيه في فزع ويصرخ بعبارات مبهمة وباللغة لم يفهم منها الدكتور حجازي شيئا وإن كان من الواضح أنه يتوسل إلى الدكتور حجازي للإبقاء على حياته نظر إليه الدكتور حجازي بدهشة في البداية ثم تمتم بصوت غاية في الخفوت يا إلهي إنه الوباء لقد أصابه الوباء بمجرد تحطم خوزته عجبا لقد هزمه سلاح قومه وفجأة تنبه إلى خطورة موقف محمود ورمزي فأصرع الخطى نحوهما وانخان يضحص رمزي على حين قال محمود بألم لقد كنت عظيما يا سيدي بزل الدكتور حجازي مجهودا عنيفا لحمل جسد رمزي الذي فقد وعيه وأخذ جرحاه ينزف بغزارة وقال بصوت أرعشه اللهاث دعك من هذا يا فتى أراهنك أن هذا المعتدي لم يكن سوى طليعة لغزو ضخم لا بد لنا من كشف طبيعة هذا الوباء بأقصى سرعة ممكنة وإلا وجد هؤلاء الغزايا مصر فريسة سهلة بين مخالبهم قال محمود بصوت ضعيف وهو يتأمل العمل الماهر الذي يقوم به الدكتور حجازي بسرعة وخبرة هل تعتقد أنه سيشفى يا دكتور حجازي؟ قال الدكتور حجازي بهدوء لا يتناسب مع القلق المرتسم على ملامحه لا يمكنني أن أجزم بذلك يا فتى إن الإمكانات التي تتوافر في معمل للطب الشرعي لا تجبه بأي حال من الأحوال تلك التي تزدحم بها المستشفيات العلاجية كنت أتمنى أن أعالج جراحه بالليزر ولكنني اضطررت لخياطتها بالإسلوب القديم ومن المؤسف أن لا أجد في متناول يدي ما يمكنني من تعويض دماءه المفقودة قال محمود وهو يغلق عينيه بألم وضعف كل ثقة بمهارتك يا سيدي قال الدكتور حجازي وهو يرفع يديه بعد أن انتهى من عمله إن مهاراتي لا تقص بمهارة جراح محترف يا محمود ولكنني أظن أنه سيشفى قال محمود بصوت شاحب يكفيني قولك هذا يا سيدي ثم تراخى في مقعده وغاب عن الوعي من شدة ضعفه فتأمنه الدكتور حجازي بأسف ثم رفع رأساه إلى أعلى وهتف من أعماق قلبه ساعدني يا إلهي على إنقاذهما وإنقاذ مصر بأكملها من ذلك الوباء الجهنمي وانطلقت من صدري آها عميقة وهو يردف بجزع سلوى نور ترى ماذا أصابكما يا ولدي انطلقت من حنجرة سلوى صرخة قوية ارتج لها جسدها بأكمله عندما دفعها نور بقصوة وانتزع مسدسه الليزري وأطلق ضفق من أشعاته خيل إليها لحظة أن الأشعة مصوبة إلى جسدها وأن نور قد سقط ضحية الوباء الجهنمي ولكنها فجئت بالأشعة تمرق بجوارها وسمعت صوت صرخة ألم قوية تأتي من خلفها فاستدارت بحركة حادة إلى حيث انطلقت الصرخة اتسعت عينا سلوى دهشة وزعرا عندما وقعت عيناها على ثلاثة رجال يرتدون الأردية الواقية التي تحمل شعار إحدى الدول المعادية وقد صوب اثنان منهما بندقيتين ليزر نحوها ونحو زوجها على حين أمسك الثالث معصمه بألم بعد أن أصابته أشعة نور فسرقت في جزعة يا إلهي إنه غزو يا نور جزبها نور إليه بقوة ليبعدها عن طريق الأشعة التي انطلقت نحوهما وأطلق مسدسه في الوقت نفسه فحطم بندقية الأشعة في يد الرجل الأول واخترقت أشعاته عدد الثاني ثم أمسك معصم سلوى وأخذ يعدو محاولا لاحتماء بساتر ما لمواصلة التراشق ونجى كلاهما بعجوبة من ثلاث طلقات ليزرية مرقت إحداها بينهما وأصابت الأخرى الأرض بين قدميهما وتلاشت الثالثة في الهواء فوق رأسيهما إلا أنهما نجح أخيرا في الاختباء خلف حاجز رصاصي لأحد مراكز الشرطة أصابته طلقتان من طلقات الليزر في نفس اللحظة قالت سلوى بفزع وهي تلهث من الإجهاد والانفعال يا إلهي ما الذي يحدث في هذا العالم إن هؤلاء الرجال ينتمون إلى دولة معادية إنه غزو يا نور قال نور بشرود وهو يحرك مفتاح الطاقة بمسدسه نعم عزيزتي لقد تنبهت إلى هذه الحقيقة قبل لخزة واحدة من ظهور هؤلاء الغزاء تنبهت إليها من خلال عبارتك يا سلوى أصابت طلقة ليزرية طرف الحاجز وتواهجت وهي تتلاشى في الهواء فقطب نور حاجبيه وقال إنهم ستة رجال ولقد أصبنا ثلاثة منهم وبقى أمامنا ثلاثة وعقب عبارته بأن نهض بسرعة خاطفة وأطلق دفق من أشاعات مسدسه أزابت عظام يد أحد الرجال الثلاثة الباقين فتأوه بصوت مرتفع وأفلت مسدسه بطبيعة الحال وعاد نور يختفي خلف الحاجز وسمع سلوى تسأله وقد كاد الفضول يقتلها كيف تنبهت إلى حقيقة هذا الغزو يا نور؟ أجابها بهدوء وهو يختلص النظر إلى حيث يسحف الرجلان الباقيان نحوهما لقد ذكرت يا عزيزتي أنك لم تتصور مطلقا دخولنا إلى المدينة دون مقاومة من أهلها وهذا ما يطمع فيه الغزاء على مر العصور تحطيم المقاومة قبل بدء الغزو وهنا تنبهت إلى ضرورة أن يرتبط الوباء الجهنمي بخطة للغزو تصور دولة مصابة بالخوف الوبائي سيجري جيشها كالفئران أمام جويش الغزاء لن يفكر أهلها في أي نوع من أنواع المقاومة وخاصة عندما يصابون بالانهيار العضلي سيصبح الغزو في هذه الحالة مجرد نزه للغزاء ثم أردف بلهجة شبه ساخرة وبمناسبة الغزاء فهم يحاولون محاصرتنا فيما بينهم ودفع سلو أمامه وهو يقول سنسحب في جوار هذا الحاجز الرصاصي لنبتعد عن النقطة التي يضعون خططهم لمهاجمتنا فيها ثم نبغتهم بدورنا أخذ يصحفان بحظر وسرعة حتى وصل إلى نهاية الحاجز وفجأة برز أمامهما رجل من الغزاء وأطلق نحوهما ضفقة من أشعة بندقياته الليزرية أصابت الطلق الأرض بين القدمي نور تماما وصرخت سلوى برعب على حين قفز زوجها نحو الغازي وأمسك بمعصمه ثم طوح يده بلكمة قوية في فكه جعلته يترنح كالمخمور بعد أن هشمت خوزته لم يكن هناك ما يمكن إضاعاته من الوقت في مثل هذه الظروف فهوى نور بقبضته مرة أخرى على أنف الغازي الذي سقط أرضا ثم ظهرت علامات الرعب والفزع على وجهه وصاح متوسلا باللغة أجنبية قديمة أجاد نور دراستها في المخابرات العلمية حدق نور في وجه الغازي الذي ارتسمت عليه آيات الزعر والتوسل ثم تمتم بدهشة إنه الوباء كيف يصيب الإنسان بهذه السرعة يا ترى وفجأة سمع صوتا من ورائه يتحدث العربية بلكنة شرقية عجيبة قائلا إذا ما زلتم تتسائلون لقد ظننت وهلة أنكم قد توصلتم إلى الحل استدار نور بسرعة محاولا الدفاع عن نفسه ولكن طلقة محكمة من طلقات الليزر أصابت مسدسه وأطاحت به بعيدا وفجأ بأربع بنادق تصوى بن حسلوى ورأى أمامه رجلا متوسط الطول طويل الأنف أجدعه ضيق العينين مجاعد الشعر يقول من خلف خوزة ردائه الواقي لا أظنك ستخاطر بالهجوم بعد أن صوبنا بنادقنا إلى زميلتك أليس كذلك؟ ثم أرضف بسخرية وهو يشاهد علامات الحنق التي ارتسمت على وجه نور ما أحماقكم أيها المصريون شهامتكم ومبادئكم تقضي عليكم دائما قال نور بلهجة حاول أن يجعلها هادئة بقدر الإمكان لقد تصورت أنكم ستة أفراد فقط لقد خدعتموني بكونكم تسعة زوى الرجل ما بين حاجبيه وقال ببرود عشرة أفراد أيها المصري هل نسيت رفيقنا الذي أصطاه في الجانب الجنوبي من المدينة؟ برقت عين نور ولكنه لم يعترض على عبارة الرجل فلقد كان من الواضح أن هذا الرجل لم يكشف وجود باقي أفراد الفريق بعد وأن رفاقه قد كشفوا الغزو وتخلصوا من أحد الغزاة أيضا وعحاط نور وسط سلوى بزراعه وضمها إليه بحنان على حين تقدم أحد الغزاة من الرجل الطويل الأنف وأدى له التحية العسكرية ثم قال هل نقتلهما يمجر هارت؟ تأمل هارت نور وسلوى من خلال عينيه الضيقتين ثم قال ليس قبل أن أستجوبهما فلا ريب أن لديهما الكثير يخبرونني به قال نور بسخرية ألم تعلم بعد أننا نصاب بالخرص إذا ما تحدثنا إلى وغد مثلك؟ ابتسم هارت وقال بشراسة سنرى يا فتى سنرى كيف ستتحدث بطلاقة عندما تصرخ رفيقتك من شدة العزام سنرى اتتعت عين سلوى زعرا وتعلقت بزراع نور الذي زم شفتيه وصرخت ملامحه بالإصرار والعزم وفكر لحظتها في أن الأمل الوحيد يتمثل في رفاقه والدكتور حجازي ضغط الدكتور حجازي على مقلتيه محاولا طرد التعب والإرهاق من جفنيه ثم عاد يتطلع إلى حيث رقد محمود ورمزي وتوجه إليهما ليطمئن على نبضيهما وحالتهما الصحية قبل أن يعود ليجلس على المقعد الصغير المواجه لشاشة المايكروسكوب الأيوني ويضغط مرة أخرى على زر التسجيل بالجهاز وتركزت عيناه على الخلايا المرتسمة فوق الشاشة ثم قال محدثا جهاز التسجيل خلايا الموخ سليمة لا تشوبها أي شائبة تماما مثل خلايا المعدة والأمعاء والكبد والكلا التي تم فحصها مسبقا لا توجد أي أثار للالتهابات الفيروسية أو حتى لوجود الفيروسات في الخلايا العصبية ثم عاد يغلق عينيه بقوة ويهز رأسه محاولا طرد النعاس الذي يزحف إليه وعاد يقول وكما سبق أن قلنا فالتحاليل التي أجريت على محتوية المعدة والأمعاء والدم والنخاع أثبتت بما لا يدعم جانا للشك خلو الجسم من أي نوع من أنواع السموم المعروفة وغير المعروفة باستثناء مادة الديجيتالين التي كان يتعاطها القتيل كعلاج لهبوط القلب الذي يعانيه منذ سنوات سمع في تلك اللحظة صوت تأوهات خافتة انبعثت من حنجرة محمود فأسرع نحوه وتفرس في ملامحه لحظة ثم قال بهدوء استرخي يا فتى لا تقاوم النعاس الذي يعبث بجفنيك لقد كان من المفروض أن تتناول بعض الأدوية المعوضة لما فقدته من دماء ولكننا سنعوضها بالراحة والاسترخاء فتح محمود جفنيه بصعوبة وقال بضعف لابد أن نحاول البحث عن نور والسلوى يا سيدي إني أخشى أن يعثر عليهم هؤلاء الغزاء قال الدكتور حجازي لا نسمح لك بالحركة يا فتى إن ذلك قد يؤدي إلا فتح جرحك من جديد وفجأة اتسعت عيناء الدكتور حجازي وهو يحضق بالزهول في الجزء الممزق من رداء محمود الواقي حيث اخترقته أشعة الليزر ثم أمسك الزراعة هذا الأخير بقوة آلماته وهو يصيح رباه كيف لم أنتبه إلى ذلك سأله محمود بآلم ولهفة ماذا؟ ماذا وجدت يا دكتور حجازي؟ ضرب الدكتور حجازي كفاه في راحته بقوة وهو يصيح يا إلهي لو أنني تنبهت إلى هذه النقطة منذ البداية لو وفرت الكثير من الوقت ثم صاحب فعال وهو يشير إلى الجزء الممزق من رداء محمود إن هذا الثقب الصغير من ردائك ينفي تماما احتمال كون هذا الوباء فيروسي أو مايكروبيولوجي بأي حال من الأحوال يا محمود وقفز بمرح كالأطفال وهو يستطرد قائلا لو أن هذا الوباء ينشأ عن طريق انتشار نوعا ما من الفيروسات والكائنات الأخرى الدقيقة لكان هذا الثقب في ردائك كافيا لإصابتك بالوباء يا محمود نظرا للسرعة التي رأينا بها انتشار الوباء وإصابته للطيار وللغازي الذي هاجمنا في الخارج ولما كان هذا لم يحدث فذلك يعني أن الوباء الجهنمي ليس عضوي المصدر فهو ليس فيروسا ولا سما هز محمود كتفيه وهو يقول بتساؤل إن استنتاجك هذا لم يحل الأمر بقدر ما زاده تعقيدا يا سيدي فإذا لم يكن مصدر هذا الوباء فيروسا أو سما فماذا يكون إذن نوعا من الغازات التي تسبب الجنون مثل غاز النيتروز مثلا الذي يسمى بالغاز المضحك حرك الدكتور حجازي رأسه نافيا وقال ببطء إنه ليس غازا وإلا أمكنني كشف ذلك عن طريق تشريح الرئة أو تحليل أنسجتها دعنا نفكر في حل بديل قال محمود في حيرة أي حل بديل إن معلوماتي في هذه المجالات الطبية قصيرة للغاية زوى الدكتور حجازي ما بين حاجبيه وهو يقول لا بد أن نحاول يا محمود لا بد أن نتوصل إلى طبيعة وباء الخوف هذا وأن نبلغ المسؤولين بحدوث هذا الغزو وإلا فقدنا سيادتنا على أرض مصر فقدناها للأبد داخل حجرة مدير الشرطة بمرسى مطروح وقف هاروت عاقدا كفيه أمام نور وسلوى وأخذ يحك زقناه براحته فترة طويلة قبل أن يقول إذن فأنتم مصران على الصمت أنتم عنيدان للغاية يا الشاب وأيتها الفتاة ألا تعلمان أنه لم يعد هناك أمل؟ إن سلاحان السرية الجديد كفيل بتحطيم مقاومة شعبكم تماما ولن ينجح علماؤكم في تحديد كنهاه مطلقا إن هذه هي نهاية الصراع بين دولتين قال نورا بسخرية ألم تلاحظ أنكم لم تضعوا في اعتباركم المقاومة العلمية؟ ألم تضعوا مجرد احتمال؟ لأن ينجح علماؤنا في كشف طبيعة هذا الوباء الجهنمي؟ وينجح في مقاومته قبل أن تغزوا بلادنا؟ قهقها هاروت ضاحكا وقال من المستحيل أن يتمكن علماؤكم من كشف طبيعة وباء الخوف أيها المصري فلقد أعد علماؤنا الأمر بدقة بالغة بحيث يغدعكم تسلسل وانتشار الوباء أراهن كأن علماؤكم يفنون أعمارهم في الفخص المايكروبيولوجي الآن زوانور ما بين عينيه واستغرق في تفكير عميق على حين استطرد هاروت؟ بالإضافة إلى أن حالة الخوف التي تنتاب من يصاب بالوباء تمنعه دائما من ملاحظة الأمور التي قد تقوده إلى الحل الصحيح إنها خطة محكمة لا تقبل الفشل يا فتى ازدادت سلوى التصاقا بزوجها وهي تتطلع بخوف وقلق نحو الغزاء ورفعت وجهها نحو وجه نور لعلها تجد في ملامحه ما يبعث الدفء في نفسها الحائرة وأطرافها الباردة وما أن وقعت عيناها على عينيه حتى ارتجف جسدها بأكمله وكادت صيحة فرح تفلتا من بين شفتيها فلقد كانت عينا نور تبرقان ببريق تألفه هي جيدا بريق يؤكد أن الرائد نور قد توصل إلى حل لوز الوباء الجهنمي عقد نور زراعيه أمام صدره وتراقصت على أطراف شفتيه ابتسامة غامضة وهو ينظر إلى هاروت بتحدي قائلا خفف من غرورك أيها المتكبر ألم يخطر ببالك أننا قد توصلنا إلى الحل فعلا ضحك هاروت بسخرية وقال محل أيها المصري إن الخطة التي وضعها علماؤنا لا تقبل الفشل ضحك نور بسخرية مماثلة وقال لا تكن واثقا إلى هذا الحد أيها الواغد ما رأيك لو أخبرتك أننا نعلم خطتكم بالتصيل وأن الخطوات تتخذ في هذه اللحظة لمواجهة غزبكم المزعوم ظهر الشك على ملامح هاروت وأخذ يحك زقناه بعصبية وهو يقول إنك تحاول كذب الوقت أيها المصري إنك تحاول خدعنا برقت عينا نور وهو يقول بتهكم هكذا؟ ما رأيك إذن لو علمت أن الأوامر التي تلقيناها تقضي بضرورة تحطيم الجهاز الذي يرسل إلينا بموجات الخوف والذي يستقر على سطح إحدى سفنكم خارج مياهنا الإقليمية اتسعت عينا هاروت واحتبست الكلمات في حلقه وهو يشيح بزراعيه صائحا مستحيل مستحيل أن تكونوا قد توصلتم إلى حل لغز خطاتنا بهذه البساطة اقترب منه نور بتحدي قائلا بل المستحيل هو أن نسمح لكم بغزونا هكذا دونما مقاوم أيها الوقت سحب هاروت مسدسه وصوابه نحو نور وهو يصرخ بشراسة ربما تكون خطاتنا قد فشلت ولكنك لن تخرج من هنا حيا أيها المصري لن يخرج أي منكم حيا إلا فوق جثتي تحرك نور بسرعة وقد تضاعفت قوته بفعل خوفه أن تصاب سلوى بأزا فركل المسدس الذي يمسك به هاروت وأطاح به بعيدا ثم قفز نحوه ولكمه لكمتين متعاقبتين في معدته ساقط على إثرهما أرضا وقفز نحو المسدس في نفس اللحظة التي أطلق فيها الرجال الثلاثة الآخرون مسدساتهم نحوه صرخت سلوى وقد ظنت لحظة أن أشعة المسدسات الثلاثة ستختارق جسد زوجها ولكن أحدا لا يمكنه الجزم بما حدث قد يكون خوف نور الشديد على زوجته أو خوفه من وقوع وطنه فريسة في أيدي أعدائه أو كليهما معا المهم أن نور قفز قفزة يعدها علماء وظائف الأعضاء من المستحيلات بالنسبة لقدرات الجسد البشري فتفادت طلقات الثلاث التي أصابت جهاز التليفيديو وجهاز الاتصال الخاص وشاشة الرصد بمركز الشرطة وهبط على قدميه وسط الرجال الثلاثة الذين تملكهم الزهول وبرغم كراهية نور الشديدة للتدمير وبرغم حالة الانهيار العصبية التي أصابته من قبل عندما لجأ إلى العنف إلا أن رغبته العارمة في إنقاذ وطنه من الغزاء تغلبت على كل المشاعر الأخرى فتحركت قبضته بسرعة البرق لتحطم خوزة أقرب الرجال إليه وتهوى على فكه محطمة إياه ثم تفاد لكمة وجهها إليه الرجل الثاني وحطم عنقه بلكمة صاحقة من حافة يده ثم غاص بقبضته الأخرى في معدة الرجل الثالث وعقب ذلك بلكمة قوية حطمت خوزة الرجل الثالث وأنفه وأطاحت به بعيدا صاحت سلوى بزهول يا إلهي كيف فعلت ذلك؟ لم يهتم نور بإجابة سؤالها وإنما قفز نحو جهاز التليفيديو محاولا تشغيله ولكنه لم يلبث أن أمسك بمعصم زوجته صائحا أسرع يا سلوى لم يعود أمامنا سوى الإسراع بالزهاب إلى أقرب مكان يمكننا منه إبلاغ الإدارة بما توصلنا إليه لابد من مواجهة هذا الغزو بأقصى سرعة ممكنة تبعته سلوى بدهجة وتعجب وقفزت خلفاه درجة السلم وهي تقول لاهثة ما الذي توصلت إليه يا نور؟ إنني لم أفهم شيئا صاح نور وهو يدفعها داخل سيارة صاروخية ويقفز أمام أزرار قيادتها سأخبرك في أثناء انطلاقنا المهم أن ننجح في إبلاغ الإدارة وتحزيرها من ذلك الغزو انطلقت بهم السيارة يقودها نور بسرعة ومهارة إلى خارج المدينة ولم تستطع سلوى كتم فضولها فهتفت بلهفة بالله عليك يا نور أخبرني بما توصلت إليه قال نور وهو يميل بالسيارة نحو قلب الصحراء اختصارا للوقت لقد قفز الحل إلى زهني فجأة في أثناء حديثي مع ذلك الوغد هاروت ابتسم السلوى ويتعاقب بخف كالعادة استطرد نور دون أن يلتفت إلى تعليقها لقد تذكرت فجأة أنه قد أتيحت لنا فرصة لم تتح لغيرنا عندما رأينا بعيوننا ما أصاب الطيار عند إصابته بالوباء هل تذكرين عبارة هاروت عندما قال إن حالة الخوف التي تنتاب من يصاب بالوباء الجهنمي تمنعه من مراحظة الأمور التي قد تقوده إلى الحل الصحيح أو ما أتسلوى برأسها موافقة دون أن تنبس ببنت شفا فتابع نور قائلا لقد كان هذا جزءا من الخطة التي وضعها هؤلاء الأوغاد ولكن الأردية الواقية التي كنا نرتديها حامتنا من الوقوع فريسة لوباء الخوف الجهنمي فأصبحت أمامنا الفرصة الكافية لملاحظة كل الأمور وبرغم ذلك فاتنا أن ننتبه إلى أهم نقطة فيما أصاب الطيار زوت سالوى ما بين حاجبيها وقالت في حيرة لقد كنت أعتقد أننا قد بحثنا كل التفاصيل ابتسم نور وقال وهو يتفادى تبا رملية اعترضت طريق سيارته لقد أهملنا نقطة واحدة عبارة واحدة تصورنا أن الخوف الذي أصاب الطيار هو السبب الوحيد الذي دفعه لنطق بها لقد أهملنا عبارته عندما صاح أن جهاز الهبوط قد اختل ولقد تذكرت في تلك اللحظة أنني قد فشلت أيضا في السيطرة على أجهزة الهبوط بالطوافة فماذا يعني ذلك؟ هزت سلوى كتفيها وقالت لست أدري ماذا يعني ذلك؟ أجابها نور بهدوء يعني ببساطة أن شيئا ما مؤثرا خارجيا أثر على جهاز الهبوط بالطوافة في نفس اللحظة التي أصيب فيها الطيار بالوباء الجهنمي ولو أننا أعملنا عقلنا قليلا لأخبرتنا الخلايا الرمادية في المخ أن ذلك المؤثر الخارجي هو نفسه الذي يسبب حالة الخوف التي نطلق عليها اسم الوباء الجهنمي اعتدلت سلوى في مقعدها وهي تقول باهتمام بالغ استمر يا زوج العبقري لقد بدأت أفهم الأمر برمته تابع نور قائلا ولما كانت الفيروسات والسموم والغازات وغيرها مما يمكن أن يصيب الإنسان عديمة التأثير على الآلات الكمبيوترية الحديثة فهذا يعني بما لا يدع مجالا للشك أن سبب هذا الوباء الجهنمي مؤثر يمكنه أن يصيب الآلات أيضا ابتسمت سلوى وهي تقول بهدوء ترددات كهرومغناطيسية ذات طبيعة خاصة أليس كذلك؟ قال نور بهدوء وهو يومئ برأسه موافقا تماما يا عزيزتي ولكي نفهم هذا الأمر بصورة أوضح ينبغي أن نعلم طبيعة الخوف نفسه وكيف يسري في أجسامنا قالت سلوى بعصبية وهي تحدق في جهاز الرصد الخلفي بالسيارة لنواجل ذلك لما بعد يا نور فمن الواضح أن تلك السيارة التي تطاردنا لا تحمل لنا خيرا على الإطلاق نظر نور إلى شاشة جهاز الرصد الخلفي ثم قطب حاجبيه وهو يقول إنهما سيارتان يا سلوى وسيكون علينا أن نتحدى كل العقبات التي تضعها أمامنا رمال الصحراء وإلا كان الفشل نصيبنا بل نصيب مصر بأكملها وأعقب عبارته بأن ضغط على أزرار السرعة لتنطلق سيارته بسرعتها القصوى متحدية مخاطر الصحراء الغربية من أجل مصر تسعة مطاردة في الصحراء انطلقت السيارتان بسرعة جنونية مثيرتين قدرا هائلا من الرمال والغبار في محاولة مستميتة للحاق بسيارة نور الذي أخذ يتفادى التبات الرملية التي تعترض طريقه بمهارة وصعوبة ثم لم يلبث أن تمتم بقلق لو استمرت المطاردة على هذا النحو فستلحق بنا إحدى السيارتين حتما ثم دار بسيارته دورة كاملة وهو يقول بحزم سأعود إلى الأسلوب الذي وضعه نابليون سأعود إلى قاعدة الهجوم خير وسيلة للدفاع واندفع بأخصى سرعة نحو السيارتين مما أثر زهول قائدهما فانحرفت بصورة حادة وأفلتت إحداهما التي يقودها هاروت من هجوم نور المباغت على حين اندفعت الأخرى على الرغم منها نحو بعض الكثبان الرملية وحاول قائدها تفادي الموقف إلا أن سيارته ارتطمت بالكثبان واخترقتها من شدة سرعتها ثم انقلبت وأخذت تتضحرج بقوة وعنف حتى استقرت على بعد أمطار عديدة على ظهرها وقد غطتها الرمال أما هاروت فقد دار بصيارته مستمرا في مطاردة سيارة نور الذي أخذ يراوغه بمهارة ويدور حول الكثبان الرملية ثم ينقض على سيارته ويتقهقر كان من الواضح أن كليهما خصم لا يستهان به وأن مطاردتهما من أبشع المطاردات التي شهدتها رمال الصحراء وأخيرا وبحركة غاية في الحماقة أو غاية في التهور اعترض هاروت بصيارته طريق سيارة نور وحاول هذا الأخير إيقاف سيارته أو الانحراف بها مبتعدا إلا أن سرعة السيارة وطبيعة الأرض التي تنطلق فوقها لم تمكناه من ذلك فارتطمت السيارتان بدوا هائل وضاعت صرخة الفزع التي انطلقت من حنجرة سلوى مع صوت الارتطام وقفزت سيارة نور في الهواء ما يقرب من الأمطار العشرين قبل أن ترتطم بالأرض وتتحطم مقدمتها ويتغوص في رمال الصحراء على حين انقلبت سيارة هاروت وتحطمت في أثناء دحرجتها فوق الرمال قبل أن تستقر السيارتان حطم نور زجاج السيارة المجاورة له وبزل مجهودا هائلا ليخرج من خلاله ثم أخذ يعمل بسرعة وجزع محاولا إخراج زوجته التي أنقذها حزام الأمان الذي التف حول وسطها ولم يزل يبزل المحاولة والأخرى حتى أخرجها من السيارة وابتعد بها ثم أرقدها على ظهرها وأخذ يحاول إنعاشها بكل الوسائل التي خطرت بباله وأخيرا فتحت سلوى عينيها وتأوهت بمزيج من الألم والدهشة وقالت بصوت ضعيف ماذا حدث يا نور هل نجونا أجابها نور بصوت حنون وهو يمسح الرمال عن شعرها تقريبا يا عزيزتي لقد نجونا من المطاردة على الأقل فاجأهم صوت هاروت من خلفهما غاضبا مخنقا وهو يقول ليس بعد أيها المصري إنك لم تنجو من المطاردة بعد استدار نور بحدة وضاقت عيناه وهو ينظر إلى هاروت الذي تمزق رداؤه الواقي ويمسك بيده مسدسا ليزريا قويا أما سلوى فقد غطت وجهها بكثيها وهي تقول بصوت باك يا إلهي ليس بعد كل ذلك ولكنها فجأت بنور يقول بصوت ساخر لقد تحطمت خوزة ردائك الواقي ألم تلاحظ ذلك يا هاروت؟ صاح هاروت بغضب لقد تحطمت بسببك أيها المصري ولن أسمح لك بتحطيم خطتنا كما حطمت خوزاتي إن دولتنا ستحقق أهدافها أخيرا قاطعه نور وهو يقول بسخرية أشد ألم تلاحظ أن تحطم خوزاتك دون أن تصاب بالوباء يعني أننا قد أصبحنا خارج مجال موجات جهازيكم السخيف؟ ضحك هاروت وهو يقول لفترة محدودة أيها المصري محدودة جدا صحيح أن موجات جهازنا محدودة المدى ولكن سفينتنا التي تقف خارج حدود مياهكم الإقليمية تتحرك باستمرار في اتجاه عاصمتكم وما هي إلا أيام قليلة حتى تسقط دولتكم بأكملها فريسة لوباء الخوف الجهنمي أو للإنهيار العضلي الذي يعقبه ثم قهطها ضحيكا بسخرية وهو يردف بشراسة ستغز قوتنا دولتكم ببساطة لم تحدث في أبسط النزهات سيكون غزوانا لدولتكم بمثابة رحلة مسلية لقواتنا أيها المصري هل تصورت أنك قد خدعتني بقولك إنكم كشفتم خطتنا؟ لقد استنتجت ذلك وحدك أيها الشاب وهذه عبقرية أهنأك عليها ولكنك لن تنجح في إيصال هذه المعلومات لدولتك ضحك نور بسخرية وهو يقول هناك نقطة أخرى في موضوع يتحطم خوزتك لم تنتبه إليها يا هاروت ازدادت عين هاروت ضيقا وهو يقول بقلق وتساؤل أيها نقطة أيها المصري وفجأة قبض نور على حفنة من الرمال وألقاها في عيني هاروت وهو يصيح لقد أصبح وجهك عاريا أيها الوغد تحركت يد هاروت نحو وجهه وأغلق عينيه اللتين امتلأت بالرمال ألما على حين قفز نور نحوه وضرب مسدسه بقوة ألقته بعيدا ثم غاص بقبضته اليمنى في معدته وأصرع يكيل إلى فكه لكمة قوية هشمته وألقت بهاروت فوق رمال الصحراء مهشم الوجه فاقد الوعي أصرع نور نحو زوجته وعاونها على النهوض وهو يسمعها تقول بدهشة لقد تغيرت كثيرا يا نور إنك تقاتل كالفهد الشارس قال نور ببساطة إنه حب الوطن يا عزيزتي ذلك القبة الذي يدفعنا لأن نأتي بأفعال مزهلة ثم ضرب عينيه يتأمل السيارة المخطمة وتناهب بيأس قبل أن يقول لا فائدة إن هذه السيارات لم تعد صالحة للعمل قالت سلوى بجزع وماذا ستدفعني يا نور كيف يمكننا تحزير الإدارة رفع نور رأسه يتأمل الشمس المخرقة ثم قال بهدوء هناك طريقة واحدة ولكنها تنطوع على مجزافة خطيرة يا سلوى ثم أشار نحو قلب الصحراء مستطردا أن نعبر على أقدامنا هذه الصحراء إنه الأمل الوحيد أو تفقد دولتنا خريتها تعود بنا هذه الأحداث إلى بداية قصتنا حيث تركنا سلوى في حالة من الضعف والإرهاق الشديدين نائمة تحت ظل صخرة ضخمة وبجوارها نور يعتمد وجهه على راحته المبسوطتين محاولا أن يبحث بزهنه عن مخرج من هذه الصحراء المترامية الأطراف وعن وسيلة لتحزير القيادات العسكرية المصرية قبل أن ينتشر الغاز وأخذ يقول لنفسه الأمل الوحيد أن تكون الأقمار الصناعية التصويرية قد التقطت ما حدث التقطت صراع الغزاء معنا ومطردتهم لنا ولكن يا لي من غبي لابد أن هؤلاء الغزاء قد اتخذوا أهبتهم لمواجهة ذلك لابد أنهم قد وضعوا وسيلة ما للشوشرة على صورة الأقمار الصناعية حتى يمكنهم الهبوط لغزو المنطقة قطع أفكاره صوت سلوى وهي تقول بضعف ابنتنا يا نور أخشى أن لا نراها مرة أخرى وكأنما بعث ذكر ابنته القوة في أطرافه وعاون سلوى على النهود وهو يقول بقوة ستعيش ابنتنا بيننا يا سلوى ستعيش في وطن حر وعاود سيرهما والثريمال الصحراء المحرقة وقد أضاء في قلبيهما الأمل من جديد عشرة عيون الأمل جلس القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية يطالع آخر التقارير الواردة بشأن الوباء على شاشة الكمبيوتر الصغيرة المثبتة بمكتبه ثم ضغط زر جهاز التليفيديو وسأل باهتمام هل تم إصلاح العطب الذي أصاب أقمار التصوير الجوي؟ أجاب الرجل الذي ظهرت صورته على الشاشة ليس بعد يا سيدي إنها أول مرة تصاب فيها هذه الأقمار الصناعية بمثل ذلك العطب زوى القائد الأعلى ما بين عينيه وهو يسأل ماذا أصابها بالضبط؟ هز الرجل كتفيه وهو يقول لقد ارتطم بها قمر صناعي تابع لدولة أخرى ولقد أصرعت هذه الدولة بالاعتذار وعرضت إصلاح العطب على نفقتها ولكننا رفضنا بالطبع حتى لا يمكنهم الإطلاع على تركيب أخمارنا ولا موجة البثة السرية تمتم القائد الأعلى بدهشة عجباً ولماذا يرتطم بها ذلك القمر في هذا التوقيت بالذات؟ أراهنك أنه قد أصاب الأقمار التي تصور منطقة الوباء بالذات أليس كذلك؟ أومى الرجل برأسه إيجاباً وقال هذا صحيح يا سيدي صمت القائد الأعلى مفكراً فترة طويلة ثم قال وماذا عن الأقمار التصويرية الأخرى؟ طالع الرجل بعد التقارير السريعة ثم قال لقد التقطت الأقمار الأخرى صورة تشبه العواصف الرملية في الصحراء الغربية على بعد ثلاثمائة كيلومتر في مرسا مطروح منذ ثلاث ساعات وعندما قمنا بتقريب المشهد تبين لنا أنها مطاردة بين ثلاث سيارات ويرجح أنها حالة من جنون الخوف و... قاطعه القائد الأعلى صائحاً مطاردة في الصحراء؟ أعرض هذا المشهد في الحال ظهرت صورة واضحة لمشهد المطاردة فوق شاشة جهاز التليفيديو وأخذ القائد الأعلى يتأملها باهتمام ثم قال بلهجة آمرة حازمة أريد تقريب هذا المشهد بحيث يبدو كما لو تم تصويره من مسافة لا تزيد عن أربعة أمطار وفي الحال بدى المشهد أكثر قرباً ووضوحاً واقترب القائد الأعلى من الشاشة وفحصها بسرعة كان من الواضح أن المشهد يمثل ثلاث سيارات صاروخية اندفعت إحداها وسط الأخريين بشكل انتحاري فتمتم القائد الأعلى بتساؤل عجباً هل يمكن أن يكون هو؟ ثم صاح أريد تقريب السيارة الوسطى من مسافة نصف متر فقط اقترب المشهد وبدى وجه قائد السيارة واضحاً بصورة لا تقبل الشك فصاح القائد الأعلى دهشة يا إلهي إنه هو إنه الرائد نور ثم هتف بغضب وحنق لماذا لم تصلني هذه الصورة فور التقاطها؟ سأعقب المسؤول عن ذلك سأعقبه بقصوة وضغر زراً آخر إلى يساريه وقال أريد تصوير الصحراء الغربية بأكملها وإرسال طوافة زرية لالتقاط أي بشر تجدهم في غير الواحات وفي الحال ثم قطع الاتصال وهو يقول بصوت خافت يفيض بالقلق لو صح ما توقعته فسيكون الرائد نور في هذه اللحظة في أشد الحاجة لمن يلتقطه من وسط لهيب الصحراء انهار الدكتور حجازي على أقرب مقعد إليه وأسند رأسه إلى الوراء وأغمض عينيه بإرهاق شديد وبزل محمود مجهوداً مضاعفاً لينهض من مقعده ويقترب منه قائلاً إنك بحاجة إلى الرحى يا سيدي إنك تعمل بلا توقف منذ خمس ساعات هزل الدكتور حجازي رأسه نفياً وقال بصوت واهن ضعيف لابد أن أواصل العمل يا محمود لابد لي من فحص كل خلية من خلايا هذا المسكين الذي سقط ضحية الوباء الجهنمي لابد نظر إليه محمود بإشفاق وقال يمكنك أن تواصل عملك بعد فترة قصيرة من الراحة ابتسم الدكتور حجازي بضعف وقال وهو يشير إلى رمزي كيف حال طبيبكم النفسي الآن؟ قال محمود إنه يبدو في خير حال صحيح أنني لا أفقه شيئاً في الأساليب الطبية العلاجية ولكنني ألاحظ أن وجهه قد عاد إليه تورده ونتنفسه منتظم قوي ابتسم الدكتور حجازي وقال وهو ينهض لمواصلة عمله هذا يكفي يا محمود أعتقد أن رمزي سيتماثل للشفاء بسرعة ولما لم يتلق جواباً على عبارته عاد يقول ألم تسمعني يا محمود؟ أقول إن رمزي سيعافى جاءه صوت محمود خافتاً قلقاً وهو يقول لقد سمعتك يا دكتور حجازي ولكن هناك مؤثر انتباهي وشغلان عن إجابتك استدار إليه الدكتور حجازي فوجداه يقف أمام النافذة الزجاجية محضقاً في الطريق وقد اكتست ملامحه بالجمود فسأله بقلق ماذا يحدث عندك يا محمود؟ ما الذي يثير قلقك؟ أجاب محمود بصوت أرعشته رعدة مقلقة إن القلق ليس هو التعبير المناسب يا سيدي إنما أصاباني هو الرعب فأمام عيني مباشرة يقتحم المدينة جيش كامل من هؤلاء الغزاء في أرديتهم الواقية حيداشر الإنقاذ تخزلت ساقة سلوى وسقطت على رجبتيها وسط الرمال وهي تقول بصوت ضعيف لا يكاد يسمع لا فائدة يا نور لم أعد قادرة على أن أخطو خطوة واحدة خرج صوته ضعيفاً وهو يقول لا بد أن نحاول يا عزيزتي مستقبل وطننا بأكماله يتوقف على مقاومتنا تهالكت فوق الرمال وهي تقول بيأس واستسلام لا فائدة يا نور لقد استنفت كل إرادتي وقوتي شعر نور بالحزن والأسى يعتصران قلبه وأخذ يتلفت حوله بعصبية في محاولة يائسة للعثور على خيط للنجاة بلا فائدة وفجأة أرهف سمعه وضغط على معصم سلوى وهو يصيح اسمعي يا سلوى أخشان يكون ذلك مجر الوهم ألا تسمعين صوت طواف مروحية تقترب؟ رفعت زراعها بضعف ثم لم يلبث أن ساقط بجوارها وهي تقول إنني لا أسمع شيئا يا نور لقد امتلأت أذني بالرمال صاحب أمل ولكنني أسمع ذلك الصوت جيدا ولا يمكنني أن أخطئه إنها إحدى طوافتنا وما أن أتم عبارته حتى ظهرت الطوافة المصرية من خلف جبال الرمل في الأفق واقتربت بحركة دائرية من البقعة التي يقف فوقها نور وترقد سلوى أسرع نور يلوح بزراعيه ويهدف بسعادة غامرة ودارت الطوافة فوقه ثم أخذ التهبط حيث يقف ولم يشعر نور بسعادة في حياته بقدر ما شعر عندما واقعت عيناه على العالم المرتسم على سطح الطوافة عالم جمهورية مصر العربية ارتفع أزيز جهاز التليفيديو في مكتب القائد الأعلى للمخابرات العلمية فأسرع يضغط زر الاتصال وفي الحال ارتسمت على شاشة الجهاز صورة الرائد نور فتهللت أسارير القائد الأعلى وهتف بسعادة حمد لله على نجاتك أيها الرائد ماذا حدث لفريقك في مرسى مطروح ألقى نور نظرة على سلوى المستغرقة في النوم بجواره داخل الطوافة ثم قال إن سلوى هنا بجواري يا سيدي أما باقي الفريق والدكتور حجازي فلست أدري ماذا أصابهم حتى هذه اللحظة ثم اكتست ملامحه بالجدية والاهتمام البالغين وهو يقول لقائده استمع إلي جيدا يا سيدي فلقد أوقعتنا هذه المهمة على معلومات تقاس خطورتها بأمن دولتنا وحريتنا أخذ نور يقص على قائده ما توصل إليه حتى انتهى من سرد كل ما لديه فسأله قائده بدهشة وكيف تصنع الترددات الكهرومغناطيسية حالة الخوف هذه أجابه نور بهدوء الخوف نفسه عبارة عن نوع من الترددات الكهربية التي تسرف العصاب سواء العصاب السمب الثاوية أو ما فوق السمب الثاوية فتصنع في الجسم مجموعة من التغيرات مثل ارتفاع نبضات القلب وزيادة إفراز الأدرينالين وانتصاب الشعيرات الصغيرة وغيرها قال القائد الأعلى بتساؤل ولكن هذا يحدث داخل الجسم البشرية فقط يا نور ابتسم نور ابتسامة هادئة وهو يقول هذا صحيح يا سيدي ولكن ماذا لو أننا أطلقنا نحو الجسم ترددات موجية كهرومغناطيسية لها نفس قوة الترددات التي يصنعها الخوف بمجرد أن تلامس هذه الترددات سطح الجلد عند الإنسان ستصنع بداخله نفس التغيرات التي يحدثها الخوف عن طريق استثارة الأعصاب السمب الثاوية فيرتفع النبض ويفرز الإدرينالين من الغدة فوق الكلوية وهكذا يصبح الإنسان فريسا لخوف مبهم لا يغضع إلى أي قواعد مجرد شعور بالخوف دونما مصدر للخوف وهنا ينشط العقل الباطن فيجسم المخاوف التي تكمن به لتظهر أمام المصاب بوباء الخوف الجهنمي وكأنها حقيقة ولهذا ظنت عاملة مصنع الأدوية أن الآلة ستلتهمها لأن هذا ما يفزعها طيلة عملها ولهذا أيضا ساقط أحد الغزاعة لركبتيه يتوسل إلي لأقتله عندما حطمت خوزاته وعرضت جلد وجاه للموجات موجات الخوف فبحكم خروجه في مهمة حربية فإنه يخشى الموت دائما على أيدي أعداؤه هز القائد الأعلى رأسه وقال أنت عبقري أيها الرائد لقد توصلت بقدرتك على الاستنتاج إلى ما عاجز علماؤنا بآلاتهم المعقدة عن التواصل إليه ثم قطب حاجبيه قائلا والآن علينا أن نعد الخطة لضحر الغزاعة تنحنح نور وقال لو يسمح لي سيدي فاعتقد أن لدي خطة معقولة أشار القائد الأعلى قائلا باهتمام هاتما عندك أيها الرائد ما لنور إلى الأمام قائلا إن الغزاعة تهزيه اللحظة لا يتصورون أن أمر خطتهم قد انكشف ولذلك فسيكون علينا أن نستغل جهلهم هذا وبهدوء شرح نور خطته بأكملها للقائد الأعلى الذي استمع إليها صامتا وإن نمت ابتسامته عن الإعجاب الشديد وما أن انتهى نور من الشرح حتى ابتسم القائد الأعلى وقال هذه عبقرية جديدة تضاف إلى عبقرياتك أيها الرائد إنك قائد حربي ممتاز سننفذ خطتك على بركة الله وقف الدكتور حجازي بجوار محمود يتطلعان بيأس إلى قوات الغزاعة ويتنتشر في أنحاء المدينة وتمتم محمود بحنق اللعنة إنهم يتحركون بثقة وكأنهم في نزهة التقى حاجب الدكتور حجازي وهو يقول بغيز ما رأيك لو عكرنا نزهاتهم هذه يا فتى نظر إليه محمود بأمل وهتف ما الذي يمكننا فعله يا سيدي؟ اضطرب الدكتور حجازي من المايكروسكوب الآيوني وقال أنت تعلم بالطبع أن المايكروسكوب الآيوني يعتمد على نظرية إطلاق الشعاع الآيوني وهذا يحتاج إلى معجل زري مايكروسكوبي اتسعت عين محمود وهو يقول بتردد أخشى أن أكون قد أخطأت الفهم هل تعني أنك ستحول المايكروسكوب الآيوني إلى قاطعه الدكتور حجازي وهو يقول بهدوء نعم أيها الشاب سنحول هذا المايكروسكوب إلى قنبلة زرية ظل محمود صامتاً فترة وعقله يحاول استيعاب ما طلبه الدكتور حجازي وأخيراً قال ستدمر هذه القنبلة الزرية مرسى مطروح بأكمالها أوما الدكتور حجازي برأسه وهو يقول بهدوء إنها نتيجة حتمية يا شاب عاد محمود يقول دعك من الناس تقضي علينا وعلى رمزي المهم أنها ستقضي على كل هؤلاء المساكين المبعثرين في الطرقات ضحايا الإنهيار العضلي والوباء الجهنمي مطى الدكتور حجازي شفتيه وقال أضف إلى ذلك أنها ستدمر طلائع الغزاء وستنزر القيادات العليا بوجود خطر ما يهدد المنطقة لقد حسبت كل ذلك يا محمود ووجدت أن تفجير هذه القنبلة هو الصواب بعينه صمت محمود لحظة مفكراً ثم مد يده يصافح الدكتور حجازي قائلاً أنت على حق يا سيدي إن حياتنا لا تساوي شيئاً أمام حرية الوطن ورفعته ستصنع هذه القنبلة الزرية وسندمر الغزاء عن آخرهم انهمك الدكتور حجازي ومحمود في عملهما الذي استغرق ربع ساعة تقريباً ثم رفع محمود رأسه يتأمل العمل وقال إنها جاهزة تقريباً يا سيدي بقى أن نوصلها بمصدر للطاقة قال الدكتور حجازي بحماس إنها ليست مجرد قنبلة زرية يا عزيزي محمود إنها راية الناصر على الغزاء وفجأة سمع كلاهما صوتاً أجش يقول بالسخرية إلى هذا الحد التفت بحدة وتصمرت أطرافهما عندما وجد أمامهما ثلاثة من الغزاء يصوبون إليهم بنادق الليزر الفتاكة وسمع أكبرهم ردب يقول أنتم مصريان هذا واضح من الشعار الذي يزين ردائكم الواقيين ماذا تصنعان؟ واقترب من القنبلة يفحصها ولم يلبث أن قهقه ضحكاً وهو يقول يا للشيطان قنبلة زرية هل كنتم تنويان محونا؟ ومحو نفسيكم أيضاً قال الدكتور حجازي بحنق هذا أفضل من غزوكم لنا ظهر الغضب على وجه الغازي وهو يتجهم قائلاً وما هي معلوماتكم عن هذا الغزو أيها المصريون ابتسم كلاهما بسخرية دون أن ينطق بكلمة فصاح الغازي بغضب لن يفيدكم التظاهر بالشجاع سوى مصدقكم إرباً لو لم تتحدث وفجأة ارتج المكان بأكمله مع صوت فرقعة قوية صارت في الهواء أعقبها صوت أجسام شتى تشق الجو فصاح الدكتور حجازي متهللاً ها هو زي جواب سؤالك أيها الوغد ها هي زي المقاتلة المصرية تحطم غزوكم قبل أن يبدأ اختفى قرص الشمس وراء الأعداد الهائلة من المقاتلات المصرية التي ملأت السماء ملقية الرعب في قلوب الغزاة الذين ارتجفت أطرافهم فرقاً وبناء على خطة نور انفصلت عشر مقاتلات عن السرب وانقضت بلا رحمة على السفينة الصغيرة البريئة المظهر التي تحمل عالم تلك الدولة المعادية وتخفي في باطنها أفشع أجهزة الحروب ذلك الجهاز الذي يطلق الوباء الجهنمي وهنا برزت أنياب الثعلب الذي يتظاهر بأنه قط أليف وانطلقت أشعة الليزر القتالية من فوهات المدافع التي تم إخفاؤها بمهارة على سطح السفينة في محاولة للدفاع عن الجهاز الجهنمي ولكن المقاتلات تباعدت على شكل ظهرة اللوتس ثم عادت تنضم بشكل يشبه الساهم وانطلقت منها أشعة الليزر في خطوط مستقيمة متوازية لتنهمر على سطح السفينة ثم تنطلق المقاتلات متفرقة وتهجم مرة ثانية على شكل قوس غير كامل وتنصب أشعة مدافعها على المفاعل النووي بالسفينة ثم تبتعد بسرعتها الفائقة البالغة ستة أضعاف سرعة الصوت قبل أن تنفجل السفينة وتتناثر أشلاؤها في أنحاء البحر امتقعت وجوه الغزاة عندما تحطمت السفينة التي تحمل الجهاز الذي يعتمدون عليه في نجاح غزوهم وحاصرتهم المقاتلات المصرية في نفس اللحظة التي اقتحم فيها رجال المشاه مدينة مرسى مطروح ليقيطوا بالغزاة إحاطة الصوار بالمعصم مد الدكتور حجاز يده نحو الغزاة الثلاثة الذين يقفون أمامه وقال بهدوء وقد ارتسمت فوق شفتيه ابتسامة ناصر واثقة سلاحكم أيها السادة إنني أوافق على استسلامكم لي القتنان من الغزاة أسلحتهم أما الثالث فتجاهم وجهه وصاح بحنق وغضب لا أيها المصري إنني لا أوافق على الاستسلام سأقتلكم قبل أن أسقط في أيدي رجالكم ثم صوب بندقيته إليهما وهو يصيح بجنون سهم اصدقكم إربا سأنتقم لهزيمتنا اتسعت عيون الدكتور حجازي ومحمود زعرا وتحركت أصابع الغازي بعصبية نحو أزرار الإطلاق ببندقيته في نفس اللحظة التي مرق فيها شعاع من الليزر عبر الغرفة وأصاب البندقية التي يحملها الغازي فأزابها عن آخرها رفع الغازي زراعيه فوق رأسه بزعر وهو يصيح لا تطلق أشعاتك مرة أخرى إنني أستسلم أيها المصري أرجوك أما الدكتور حجازي ومحمود فقد هتف بصوت عبر عن ما يجيش بنفسيهما من سعادة غامرة يا إلهي نور ما أرواعه من لقاء أشار نور إلى الغزاة الثلاثة أن يسلموا أنفسهم للقوات المصرية التي تقف خارج معمل الطب الشرعي ثم ابتسم وهو يصافح رفاقه قائلا لقد أصاب استنتاج هذه المرة كان من الطبيعية أن أجدكم في معمل الطب الشرعي مادم الدكتور حجازي بصحبتكم ثم التفت إلى رمزي الذي يرقد فوق من ضدة الفحص وصاحب الجزع رباه ماذا أصاب رمزي رابت الدكتور حجازي على كتفه وهو يقول بانفعال سينجو يا نور سننجو جميعا مادم وطننا قد نجى من هؤلاء الغزاة ثم أشار إلى الطريق عبر النافذة الزجاجية واستطرد بنفس الانفعال يا لسعادتي لقد تغلبنا على الوباء الجهنمي حطمنا وباء الخوف الزائف وهي زي راية النصر ترفرف مرة أخرى على أرض الوطن لوح محمود بزراعيه إلى نور وسلوى وتقدم نحو رمزي وصافحه مبتسما وهو يقول حمد لله على شفائك يا طبيبنا النفسي ابتسم رمزي وهو يقول شكرا يا محمود كيف حال زراعك؟ ضحكت سالوى وقالت لا رايب أنها قد شفيت تماما ألم تره يلوح بها منذ لحظات؟ ابتسم رمزي وقال هل تتصورون أنني أشعر بالأسف لإصابتي؟ لقد أخرجتني من المعركة تماما نظرت سالوى إلى نور وابتسم كلاهما قبل أن تحتضم طفلاتها قائلة حزا من حسن حظك يا رمزي فبرغم الأرضية الواقية التي كنا نرتديها شعرت برعب لم أشعر بمثله من قبل تدخل الدكتور حجازي قائلا لقد كانت هذه المغامرة عجيبة جدا أيها الشبان إنها المرة الأولى التي يستخدم الخوف فيها كسلاح رئيسي رفع نور سبابته أمام وجهه وهو يقول مبتسما الخوف هو أقوى سلاح عرفته البشرية يا دكتور حجازي ثم إن هذه ليست هي المرة الأولى التي يستخدم فيها كسلاح أليست الشائعات المغرضة ومحاولات تقطيم الجبهة الداخلية بالأخبار الكاذبة وسائل من تلك التي يستخدم فيها الخوف كسلاح؟ أو ما الدكتور حجازي برأسه موافقا وقال هذا صحيح ولكنني أقصد أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الخوف عن طريق سلاح مادي تصور أن احتمال الترددات الكهرومغناطيسية لم يخطر ببالي مطلقا ثم هز رأسه وعاد يقول ولكنه يفسر ما أصاب الرجال عندما كانت خوزاتهم تتحطم لقد كان الثقب الصغير في الرداء الواقي غير كاف لمرور الترددات بالقدر المطلوب أما حينما تتحطم الخوزة فإن المساحة المعرضة للموجات المسببة للخوف تزداد فتشمل الوجه بأكمله وجزء من العنق وهذا كاف لإصابة الإنسان بالوباء الجهنمي ابتسم نور وهو يكمل قائلا بعكس الفيروسات أو السموم التي يكفيها ثقب ولو في حجم رأس الدبوس لمهاجمة الجسم والسيطرة عليه تماما وهذا ما لم يحدث مع محمود قالت سلوى ضاحكة كفوا عن هذا الحديث إنكم تزعجون نشوة قفز محمود من مقعده وكشف وجهه الصغير وهو يقول مداعبا رباه إنها تحمل أنف نور وعيني سلوى وشفتيها هزت سلوى كتفيها قائلة إنني أراها شبيهة بنور تماما ضحك الدكتور حجازي وقال هل تعلمون ما هو أعظم ناصر تحرزه نشوة نظر إليه الجميع بتساؤل واستعداد للدعابة فأرضف قائلا أن تجمع بين عبقرية والدها وجمال أمها ستكون في هذه الحالة قد جمعت المجد من طرفيه ثم أرضف بحنان ومن يدري قد يأتي يوم تفخر فيه المخابرات العلمية بها كما تفخر اليوم بوالديها تمت بحمد الله الرواية القادمة نبض الخلود